في المحاضرة دي هنتكلم ان شاء الله عن البيو بلايننج مبدئيا اي انستراكشن احنا بننفزها بتمر بخمس ستيجس اساسيين اول الستيج هي انستراكشن فتش ببدأ ان انا قرأ الانستراكشن من الميموري بعدين ببدأ ادي كود الانستراكشن يعني الانستراكشن كنت الاول حاولتها من هاي الليبل لأسيمبلي للماشين لهكسة ديسمر ببدأ اعمل لها دي كود ان انا حاولها البايناري تماما وبعد كيه ببدأ اعمل لها اكسيكيوت ببدأ اشوف على حسب هي ارتيب ولا ايتيب ولا ايه ببدأ ان انا عمل لها اكسيكيوت يعني بنفس سواء كنت هاجمع اطرح اعمل اي حاجة وبعدين لو محتاجة ان انا اكسس الميموري بروح للميموري وبعدين بريت ريزلت باكتو ريجستر ببدأ سايف الناتج بتاعي في ريجستر تاني دي الانستراكشن الاساسية الاستراكشن فتش اي اف الاستراكشن دي كود اي دي والاكسيكيوت اي اكس واللميموري اكسس اللي هي امام والريت باك او الريت ريزلت باك اللي هي دا بي العادي ان الاستراكشن دي بتتنفذ ورها بعد كده وكي بحس ان انا مثلا عندي ااد اا اس zero والتي zero والتي واحد عايز اجمع تي واحد والتي زيرو مع بعض وحط ناتج في اس zero اول حاجة بفتش الاستراكشن ببدأ ان انا اخذها وحطها في الاخر اني في اللاين بتاعنا ندلها ننفذها. بعدين ما دي جود ببدأ ان انا احولها. احولها الفرمات اللي بيخليني ابدأ انا نفذ البايناري. وبعدين ببدأ اعمل لها اكسيكيوت. اكسيكيوت دي اللي هي اليو او الارثماتيك لوجيكيوين. ببدأ اعمل اي آآ ماسيماتيكا المفروض تتعامل. آآ ليه مثلا بجمع ده مع ده. اوكي? بعدين ببدأ اشوف هل انا محتاجة ان انا اكسي الميموري في اللحزة دي الانستركشن اللي اسمها اد مش بتاكسي الميموري. لان هي اصلا بتسايفة اللي تنين دول بتجمع دول بعض بلو عندي تسايفة في ريجستر. فانا في الاد مش محتاجة اكسي الميموري انا محتاجة رايت باك ردلت في ريجستر على طول. تمام? فهتلاقي ان الاد دزنت اكسي الميموري. في بعض الانستركشن زيب الشرط. بس عمتن ده ايه? الترتيب المنطقي الايmansتركشن للي قوة جواه كل اصلا principleyim. هنلاقي ان طبعا كل اصلا اللي لها time. ممكن ده يخلقص في 200 ثانية ده مخلص 200 ثانية وهكذا يعني. على الحسب تلحص طبعا في المثال ده هو كل اصلا sign او كل تخلص في نفس الوقت اللي هو 200 ثانية او 200 ٢٠٠٠٢. بس طبعا في بعض الاحيان في الانستركشن تانية مش شرط الوقتي بسابت يعني طيب السؤال بقى لو انا عندي خلاص انا عرفت انها معي الانستركشن والانستركشن دي عشان انفزها محتاجة احطهم بالترتيب ده لو انا بقى عندي اكتر من الانستركشن محتاجة اعمل ايه احطهم مع بعض ازاي وانا عندي حلين منهمش تالت اول حاجة ان انا اعمل اعطبهم بطريقة السيكونشل او السينجل سايكل ان انا بابدأ احط الانستركشن الاولينية بابدأ انافزها لغاية لما تخلص وبعدين بعد ما دي تخلص ابدأ على طول في تنفيذ الانستركشن التانية وبعد ما تخلص ابدأ في التالتة واكذا فانا انستركشن is fetched from the instruction memory وانستركشن واحدة بس هلا بتتنفذ وكل الستيبس بتاعتها to be executed وبعد كده بابدأ ان انا اروح لإيه الانستركشن تانية زين زين ازا نكس الانستركشن is fetched اوكي طيب ما ينفعش ابدأ انستركشن جديدة لما انستركشن قديمة تخلص من الاول الاخر طبعا السيناريو ده له عيب لانه هو انافشن يعني مش ده احسن حاجة يعني مش بيشتغل بافضل حال ليه؟ لانهما بيخلي ان فيه waiting list فيه instructions طوف في waiting list كتير لان هي لازم الانستركشن اللي قبلها تبدأ وتنتهي لازم تبدأ وتنتهي كلها هي قبلها في حين طبعا ان ممكن الانستركشن زي ما احنا بغدين بالنا ان انا اصلا عندي انستركشن بتكاوم من خمس ستيجش يعني ممكن لو انا الجزء الهاردوير الخاص بالفتش وبدأ تعمل فالمفروض الجزء الخاص بالفتش ممكن هو دلوقتي فاضي فممكن الانستركشن التانية تيجي تعمل فتش تمام؟ فوارد يعني ده سيناريو منطقي ان انا ممكن ان انا ما استخدرش single cycle وحاول استخدم الريسورس بشكل افضل من كده وبالتالي تكنيك اللي هو بيكون efficient اكتر وهي ممكن يعلم سروبوت يعني ممكن يخليني احاول استخدم اعمل الانستركشن زي اكتر في نفس الوقت طيب السيناريو التالي ده بنسميه اللي بيحصل في البيبلايينج بيحصل حاجة زي كده ان انت بيكون عندك الانستركشن الاولى فيها كل الانستركشن بتاعتها وبعد كده ممكن مش لازم استنى لغاية الريتباك وابدأ اعمل الانستركشن لأ ممكن ان انا ابدأ في عند الانستركشن دي كود جزء الانستركشن فيتش فضي فممكن اعمل فتش وبعدين لما بدأ اعمل execute فالجزء بتاع الديكود فضي بعد اعمل دي كود وهكذا فده فكرة البيبلايينج ان انا ممكن اعمل overlaping الانستركشن فنكست الانستركشن ممكن ان انا احتاج الانستركشن اللي بعد كده ممكن احتاج الانستركشن اللي بعد كده ممكن الانستركشن اللي بعد كده تبدأ في حين الانستركشن الاولية لسه مخدستش تمام وده معناه ان ممكن نحصل overlaping في الانستركشن execution ليه يعتبر البيبلايينج هو احسن لان انت لو هتاخد بالك ان انا خليني مسلا اقول ان عند اللحظة دي خليني اقول هنا دول خمسة secant خمسة secant تمام خمس ثواني دول انا نفست فيهم كم او كم stage يعني هتلاقي مثلا عندي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 نفست 14 stage او كي في حين اننا لو خدت نفس نفس الخمس ثواني دول في اه ايو اخد الخمس ثواني اللي هما بينفزوا instruction واحد هتلاقي اني نفست ايه اللي هو instruction finish decode اه مش عارفة execute كازا هتلاقيه في الخمس ثواني في الخمس ثواني انا نفستش غير ايه خمسة stages بس هنا خمسة لكن هناك كان 14 كمام فطبعا الbioblining بيحسن performance بحيس انه هو اه بيعلي السروبط يعني بيخليني في نفس الوقت ازود عادل instructions اللي ممكن تنفس او عادل stages اللي ممكن تنفس اوكي دي فكرة الbioblining وليه هو احسن لو حبيين نعرف الbioblining هلاقي انه هو طبعا كل واحد حر على حسب هو فيه ايه بس لو هنحاول نحوط definition واحد معين او كده لكن طبعا ممكن تعرف انت رأي اللي انت حبيبها يعني الطريقة او العملية اللي انا بستخدمها عشان اخزن ونفذ مجموعة من بس بطريقة continuous ووبرلاب مع بعض بطريقة انهما يكونوا ورا بعض ووبرلاب كمان طيب او تا الاوبرلاب اكتر نحاول ان احنا نستخدم مثال جدا في او ويطبق التاسكس بتاعته او الحاجات اللي بتاعيها في لندري هو انه يخسل وينشف ويطبق هناك الحين طبعا انه هو يخسل ده بياخد 30 دقيقة وينشف ده بياخد 40 دقيقة ويطبق ده بياخد 20 دقيقة طيب افرض مثلا ده طريقة النوم باي بلاي لينج انا عندي اين هيبدأ انه هو يخسل ويعمل مش عارفة ينشف وبعدين يكوي هيقول يكوي او يطبق ويطبق ومش مشكلة يعني مهم انه عنده يخسل ويجفف ويطبق اوكي وبعد كده هيجي بن هيبدأ يخسل ويطبق ويخسل وينشف ويطبق وبعدين يجي بعد كده كاسي هيعمل نفس الفكرة وبعدين اه اه دي هيعمل نفس الفكرة اوكي لو نركز هنلاقي ان لو ده اخد 30 دقيقة وده اخد 40 وده اخد 20 فالبني ادم الواحد بيقعد 40 20 30 يعني 24 60 30 16 و 30 90 يعني ساعة ونص ده بيقعد ساعة ونص وده ساعة ونص وده ساعة ونص وده ساعة ونص ساعة ونص وده ساعة ونص ثلاثة وساعة ونص وده ساعة ونص ثلاثة يعني هو بيقعد ست ساعات عبر ما تخلص يعني الناس دي لو محتاجة ان هي تقابل مع بعض بعد ما تخلص اكترد ان هي تقابل الساعة ونصر بالليل طبعا دي مشكلة ان ما بستخدمش الريسورس بشكل كويس وبعطل الناس دي عالفاضي فده فكرة بس الـ هو بيمشي سيكوينشل ولازم عشان الانسوركشل التانية تبدأ لازم الاولية تبدأ وتنتهي قبل عدول فممكن اعمل ايه هللحظ ان اللحظة اللي بيكون فيها آآ 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 غسل وبدأ ينشف الغسلات في الوقت فاضية فانا المفروض ممكن بني يبدأ يروح ايه يروح يغسل اوكي والوقت اللي هو راح يطبق فيه هتكون الحاجة اللي بتنشف فاضية فممكن هو ينشف وهكذا ممكن ناجي عند كاسي هلاقي برضو ان اثناء ما ده التاني بدأ ينشف ممكن الغسالة كانت فاضية فيبدأ يغسل وهكذا لو بدأنا نحسب الوقت هلاقي الوقت مختلف طبعا جدا هتلاقي الوقت اولا طبعا من 6 الى 12 ده مبقاش موجود ده بقى من 9 الى 9 ونص فالوقت اتغير جدا يعني او صغر جدا خليني مسلا نحسب هنا ده بياخد ساعة ونص تمام ووضيف عليهم تلاتين 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 ساعة ونص ده يعتبر ساعة ونص برضو ساعة ونص وساعة ونص 3 ساعات فالمفروض انه ياخد 6 ساعات تمام فال يعني لو بالزبط يعني طبعا نحط ده تحت ده بس ده اسم ياخد 40 بس يعني في حوالي 6 ساعات طبعا 6 ساعات مختلفة تماما عندنا اقول نشر ساعين ده تلات ساعات تلاتة ده ساعة ونص وده ساعة ونص يعني تلات ساعات تلات ساعات مقارنة ب6 ساعات اكيد طبعا حاجة مختلفة فده فكرة لو انتحنا عايزيني نشوفها في المسال Davies اااااااو اااااااااا hoodie طيب بعد كده بقدر في حد ممكن يسأل ان دلوقتي انت بتقولي ان ال nonetheless اسرع او احسن م عايز عارف هو احسن بالنسبة احد ايه انه فيه ااااااا فيه 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 ممكن نبقى عندي ستجز كتيرة ممكن عندي نستركشنز كتيرة أنا عايزة أعرف في الحالة دي أو عندي مثال معين الاسبيت أبرشو كام أو البيبلاين بيصرع بنسبة قد إيه فالاسبيت أبرشو بتحسن من الTIME البيبلاين على الTIME البيبلاين أو الTIME اللي هو بيكون كبير على الTIME الصغير لأن أنا عايزة أشوف هو الصغير ده يبعتبر إيه بالنسبة لكبير يعني قدوا ضعفون قدوا مرتين وتفر يعني طبعا المفروض الكبير يكون هو الكبير هو اللي قد ده مرتين فلما يبقى ده قد مرتين بقى ده مرضو بيصرع بمقدار قد مرتين فالاسبيت أبرشو is just to compare the performance of the achieving the task with and without the biبلاين طيب لو عندي مثلا مثال زي كده عايزين ناخد بقى مثال بالأرقون بالزبط لو عندي A B C D نفس الأشخاص عايزين برضو يعملوا بس راحوا للمغسلة تانية كانت بتغسل وبتنشف وبتطبق وبتحط الحاجات في الدراب بممكن تكون بتوصلهم الحاجات في البيت معرفش بس بتعمل أربعة tasks فانا دلوقتي لو رمزت ال number of tasks ال number of stages sorry number of instructions لأنهما N وانا عندي أربعة لأنني بتساوي أربعة لأننا عندي أربعة instructions أو أربعة أربعة أشخاص وبعد كده هرمز ال number of stages بتساوي K والK هنا تساوي أربعة لأننا عندي في كل instruction عندي أربعة حاجات بتعمل تمام فلو كل واحدة بتاخد منهم نص ساعة فلتوطل طايم هيساوي إيه؟ هيساوي ثمان ساعات جات إزاي؟ إن انت شفت الواحدة بس بتاخد كام؟ نص ونص 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 يعني نص ونص 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 لساعتين وعند درابتها في أربعة درابتها في N فالمفروض التى كله بتاع البي هيساوي ال N مضروبة بالT الصغيرة بتاعت ال N طبعا دي اسمها N معلش يعني اللي هي النم باي بلاين فالطايم بتاع النم باي بلاين هيساوي N في ال TN N اللي هي مين N اللي هي النمبر والTN اللي هي مين اللي هي ال Time اللي ال N دي هي النمبر ودي هي ال Time اللي ال واحدة بتاخده عرفت إن دي بتاخد ساعتين يبقى عندي ساعتين فاربعة إن أنا عندي دي واحد واحد اتنين ثلاثة أربعة فبيديلي ثمان ساعت طيب لو عايزة أحسب ال Time بتاع ال Bioblining هل في معادلة ممكن تحسبولي نبقى أنها ممكن خلينا نحسبه مجرد النظر الأول وبعدين نحسبه بالمعادلة أنا أشوف الحاجة اللي قدامي كاملة دي هتاخد وقت قديم هل هي مثلا ده بياخد ساعتين اوكي الجمعالي بقى عليهم دي ودي ودي ساعتين ودي نص ونص يبقى تلاتة ويبقى تلات ساعت ونص تمام لو عايزين نجيبها برول لو عايزين ناخدها برول طبعا أنا أخد بالك إن أنا لما عملت كده في هنا حاجات شغالة برا فأنا جبت الحاجة اللي هي اللي هي تخلينا زود وقت ودوها برضو في حاجات برا فأنا مش هجيب ده يعني عشان كده باخد اللي على الحرف ده بس هي لأن إيه لأن اللي جوه ده ممكن لدي معايا في الاستيبل لاب المهم يعني فان دلوقتي معايا اتنين وبعدين نص هنا وبعدين نص هنا وبعدين نص هنا هيديني آآ تلاتة ونص طبعا لو عايزين حسبها برول أقول لك إن دول كام دول بيربريزين دول كا فايبقى معايا كي إجمالة عليهم ما علي عليهم مين أنا طلعت فوق كده كم مرة طلعت كده كم مرة إن ولي إن مينس ون إن مينس ون طلعت كده إن مينس ون إن مينس ون نمر في تجل مينس ون لأنه أنا أصلا كنت تخدست فيه ستتج هنا كده خدتها وخلصتها فايبقى كيه زائد إن مينس ون أضرب هالف مين في ثلاثين ثانية أو سميها التي بي أو الطايم بتاع البايبلاين فالتي كبيرة بتاع البايبلاين هتساوي الكي زائد الإن مينس البي التي بي شوف كلها تاخد وقت عدقي فطبعا الكي عندي هنا باربعة أربعة زائد أربعة ناقص واحد أربعة زائد أربعة ناقص واحد اللي هي كان أربعة واربعة كان تمانية تمانية ناقص واحد سبعة هيديني سبعة اضرب لي هيها في نص ساعة اضرب لي سبعة في أربعة هي سبعة في نص هيديني تلاتة ونص همام هيديني تلاتة ونص طبعا لو كنا أسبناها في الدائية وكده كانت بحاجة هاي فهي ايه تلاتة ونص لو عايزة أحسب الاسبيت أبريشو هقسم بقى التمانية على التلاتة ونص دي اتنين وثلاثة. يعني البيبلاين أسرع أو أحسن من الـ non-بيبلاين بمقدار ثلاثة اتنين وثلاثة عشر. تمام? طيب. في بعض الأحيان الـ instruction الحاجات اللي جواهم بتنفس بنفس الوقت 200-200-200-200. لأ. يعني مثلا كان لك نص دو 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 نص. لأ ممكن ييجي هنا دي ممكن تاخد 200-100-200-200. يعني ايه؟ يعني الـ instruction فتش ياخد 200 ثانية أو 200-200. و-register read الـ instruction decode ممكن تبقى 100 هو الـ الـ execute ممكن تاخد 200 وهكذا ده رقق ده حاجة ده comment ممكن الـ instruction component بتاعتها ياخد وقت قليل أو مختلف. بالإضافة لأن في بعض الـ instruction زي الـ store word أصلا ما بتحتاجش إن هي تعمل register write لأن أنا باخد الحاجة ما لقى ستورنج في الميموري هي أصلا سيفت في الميموري الميموري الـ result أصلا في الميموري مش محتاجة سيفة تاني في register تاني ففي بعض الـ instructions كمان الـ stages اللي جواها ممكن ما تبقاش كاملة كمام فـ وبعدين فاللي بيحصل بقى إيه إن إحنا هنعمل حاجة اسمها يعني أنا هسبت هسبت الـ time هسبت الـ time هسبت الـ time يعني إيه أنا دلوقتي مش عارف حلها مش عارف أعمل الـ وانا عندي different time لازم أسبت الوقت إن أنا عندي شوف أكبر رقم كان في الجدول اللي فات كان متين فخلي كل الـ instruction تاخد وقت اسمه متين تمام وأكمل على كده أوكي طيب وهكذا بقى بالنسبة لي هنا عندي 200 ويكمل برضي بقى متنات ودي 200 ويكمل بقى متنات لغاية لما يوصل هنا كم هنا تلاقي لك إيه 200 أوكي طيب وطبعا دي تمام يعني دي بدايتها ونهيتها عادي أصلا النمبر بلاينينج دي مسهلة أو واضحة لو جيسة قال لي بقى وقال لي احسبي لي الوقت ما بين بداية الشغل خالص ونهاية الشغل خالص يعني مش لأ مش نهاية الشغل خالص بداية الـ instruction الرابعة يعني بداية الـ instruction الرابعة instruction الرابعة تبدأ كده هتبدأ تبدأ هنا يعني عند الحتة دي كده الـ time دي اسمه كي طبعا لو إحنا حسبناه يعني رقم مكام يعني لو بدأنا نحن عند الـ zero أو الـ time zero أو حتى الـ time one second هتلاقي ان انت هنا تمنمية هنا تمنمية هنا تمنمية هنا تمنمية فالوقت ما بين الـ instruction الاولى والـ instruction الرابعة بيساوي تمنمية في ثلاثة يديني الـ 2400 كمام؟ لانه يعتبر كلوك ساكل بتاعت كام واحدة حاجة اللي بيتكرر تمنمية تمنمية عمال انت تكرر كل شوي طيب الـ number line لو عايزة عارفة تمنمية بين الـ instruction الاولى والـ instruction الرابعة انا دلوقتي الـ instruction دي بدأت الـ instruction التاني بدأت هنا فاستنت قد ايه؟ 200 ثاني طيب الـ instruction التالتة بدأت استنت كام قبل ما تبدأ؟ استنت الـ 200 دول والـ 200 دول لو انا بقى عايزة الـ instruction الرابعة المفروض الـ instruction الرابعة اللي هي فيها مثلا الـ instruction فتش هتبدأ عندي اللحظة دي اللحظة دي فدي عشان تبدأ كنت محتاجة كام قبلها كام ثانية او كام بيكو ساكنت او ديبر كنت محتاجة كام؟ 200 و 200 و 200 فايه بقى ايه؟ 3 في 200 600 فالوقت اللي انا بحتاجاه الوقت اللي انا بحتاجاه عشان الـ instruction الرابعة تبدأ يعني اول instruction اول stage في الـ instruction الرابعة تبدأ محتاجة 600 بيكو ساكنت اوكي؟ واحنا طبعا عملنا كلوكسيكل تبقى ايه؟ لازم تبقى اللي هو لما شفنا في الجدول اللي انا 200 و 100 فانا خدت ابتق حاجة اللي هي 200 ابتق حاجة اللي هي اعلى حاجة اعلى حاجة اللي هي بتاخد وقت اكتر يعني اللي هياخد وقت اكتر هيبه هو البطيء طيب دلوقتي هو هنا بيقول لي لو الـ number لو الـ number of stages if all stages are perfected balanced كلهم بياخدوا نفس الوقت اقدر اقول لك ان الـ time between instruction في الـ pipeline بيستوي الـ time في الـ number of line على الـ number of stages مش فهمه انا اللي فهمه بمثال احسن لو انا معايا 8 stages عندي instruction واحدة فيها 8 stages كل stage كام عبارة عن بتاخد 20 نانو ساكن طول كام طول 8 لو انا عايز احسف الوقت بتاع الايه الوقت ده اللي انا محتاجه علشان اللي بعد يتبدأ محتاجه قبل يكون كام سانية كام سانية 8 في 200 8 في 20 8 في 20 اللي هي بكام بمية وستين نانو ساكن او تجمعيهم 20 20 20 20 20 طبعا لو هم سابتين هنقول 8 في 20 8 في 20 عادي انا عندي 160 طب لو انا برضو عندي نفس الـ instruction دي كده اوكي وفي عندي هنا ايه instruction قوله بتخلص في 200 او في 20 عايز ابدأ instruction اللي بعدها في الـ pipeline طبعا تبدأ بعدها كده مش محتاجة تخلص التمانية فدي دي عشان تبدأ احتاجت تستنى كام قبلها 20 صح فالوقت بتاع بايبلاينج هو عبارة عن 20 نانو ساكن لما اكي حسب الـ speed up ratio هلاقي ان 160 على 20 بكم بتمانية والتمانية دي ايه النمبر يعني الـ speed up ممكن يساوي النمبر طبعا لو انا بتكلم على الى حد ما instruction واحدة فهي دي بقى الـ rule بتاعت ان عايز تحسب عايز تحسب النمبر time between instruction time between instruction في الـ pipeline بيساوي time في النمبر على النمبر فهي ديني ايه 20 فانا ممكن احتاج ان انا اجيب دي على طول يعني ايه يجبها بسرعة يعني لو جانا بقى نحل المثال اللي فوق على طول اللي تحت ومش فاكرة لو انا عندي حاجة زي كده وقال لي انا عندي عندي instruction تمام وبعد كده عندي instructions تانية هتبدأ والوقت ما بين ده وده كان 200 نانو ساكن 200 نانو ساكن هو الوقت ما بين ال instruction دينا هتنفذ واي instruction هتيجب علي كده 200 نانو ساكن بعدين قال لي if we're using the pipeline with four stages such that all stages are balanced نخد بالك ان هم اصلا اربعة stages تمام لو انت عملت دون اربعة ساكن يبقى كل واحدة فيهم كامل بفرض انه كل يبقى انت عندك دي كل واحدة كامل بخمسين خمسين 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 طيب فالسؤال هنا لو قال لي لو سمحت حسابه ال time between the instruction في الباولاين هقول له ال time بتاع ال number line على number of stages اللي هو اربعة هيديني خمسين اللي بقى يساوي خمسين اوكي طيب لو عايز احسب الاسبيت ابروش هتساوي الاربعة اللي هو انت هشابه بقى الميتين على الخمسين هيدك اربعة ودائما بتكون بتكون بالسوى ال number of blind stages يعني طيب يعني دائما بيسرع اربع مرات اربع مرات او هنا مثلا يبقى في المسائل اللي فوق دائما بيسرع ثمان مرات يعني شوف انت ال number of stages عندك كام هيبقى هو بيسرع بمقدار التمانية دو طيب دي بقى الحتة بتاعت اللي انا قلتها من شوية اللي هي لو انا number line هيبقى التم عامل ازاي بتاعت اللندري يعني لو قلت تلاتين دي او كده اا لو انت خليني هنا بايش لو انت هيبقى التم بتاعك التم بتاع الن بيساوي الن في اللي هو انت عندك وكل انت اخذ الوقت دي انا كان عندي في وكل واحد بتاخد نص 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 لانت اخذ اربع حالات في النص يبقى اربعة في نص باتنين بساعتين في اربعة ساعتين في اربعة ده تامن ساعة لو حبيت اجيب بتاع 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 البايبلاين هلاقي ان الوقت بتاع البايبلاين عبارة عن ان زائد نقص واحد في يعني انت عندك اجمع على كام نقص واحد وضرب فيها طبعا احنا بيقر ان كل جزء في بياخد نفس الوقت بيبقى في ده بس بس ما تك يعني عشان بيكون عندي ان فوق وان تحت وعيز درم بعد لازم تكون الكيدي صغيرة جدا نقصها نتجاولها بقفل زين زين ان انا اقدر اطار الان مع ان بيساوي التي او التي بتاع البيبلاين بتاع ال بتاع ال بس بحيث طبعا ده التي بتاع وان او او طيب لو انا عرفت بقى ان انا مثلا انا عرفت خلاص ان الرول بتاعة البيبلاين ان خلينا اقول بس الان هنا عندي بي سوري ال كي عندي دايما بخمسة. اوكي? اوكي بخمسة. في المسال ده بيقولك انا معي يعني لاني بكم? لاني بواحد. لو حاطف الرول بتاعت ان آآ ان زائد كي ناقص واحد. ان انا عايز اعرف انا عندي كم كم يعني وبعدين ابقى اضربه بقى في الوقت. كم يعني كم يعني. فان زائد كي ناقص واحد آآ واحد زائد خمسة ناقص واحد هاد ديني خمسة. اوكي? طيب. لو الان عندي بخمسة الان بيسوي خمسة هيبقى معي آآ آآ خمسة هنا هيبقى معي خمسة زائد خمسة ناقص واحد هاد ديني تسعة اللي هو الرقم ده. اوكي? طبعا عندي واحد زائد كي زائد قصد خمسة ناقص واحد هاد ديني الخمسة. لو انا جيت عندي النمبر في الانسترشنز ايكانو مية عن انه يستوي مية يبقى النمبر في عنده هيبقى عبارة عن المية زائد الخمسة ناقش واحد هاديني مية اربعة. اوكي? هكذا. السؤال بقى آآ ايه ايه المزايا بتاع ايه هي المزايا بتاع الاولا بيعلن سروبوت تاني حاجة فكرة ان انا اقدر اخلي يجي جنبها تاني يتنفس فانا وكذا وكذا فانا بقلاو بسمح بالجلوبال بسمح بالجلوبال طيب حاجة تاني انا بعمل بس اذا بشكل ايه احسن طيب تالت حاجة اه ازوري الكومنت الكبير بقى وانت لو بتاخد بالك ان انا وانا شغال هنا في الجزء ده اه انا كان عندي ساعتين وروحت ضربتها في اربعة بقى الثمانية وهنا عندي ساعتين وجمحت عليها مش عارفة ساعة ونش تاني بقى ثلاثة ونص اللي بيحصل ان انا اه زودت السروبوت وقللت الطايم بتاع الديوريشن ده كلها خلت صغيرة بس خد بالك ان برضو الوقت بتاع التسك الواحدة لسه زي ما هو يعني دي بتاخد نص ساعة ودي نص ساعة ودي نص ساعة ما قربت لهاش ما قربتش الحاجة دي انا غيرت من طريق التفكيري او طريق التعامل مع المشكلة ولكن كل حاجة بياخد نفس الوقت اوكي فانا معادي الوقت ان احنا لازل نخب بالنا البيبلاين ما بيقصرش على response time يعني ما بيقصرش على response time وبيقصرش على execution time ما بيقصرش على latency latency هي ايه برضو نفسها هي execution time اوكي مالوش دعوة بيها ولا بيقنلها ولا بيزودها هي بتبدل زي ما هي البيبلاين مش بيقرب لها طيب ايه هو اللي بيخلي البيبلاينج بيزي اولا ان انا عندي المابس instructions بتاخد نفس الوقت تاني حاجة ان انا اصلا عندي فيه instruction format ما عنديش اخترافات كبيرة وما عنديش انواع كثيرة من الformats وبعدين انا ممعملش حاجة غير ان انا بلود وستور الميموري يعني الدنيا عارفة اولي من اخر طيب هل ده معناه ان البيبلاينج خلاص تمام ما فيش مشكلة يعني يلا بينا نعمل البيبلاينج للأسف فيه البيبلاينج فيه بعض المشاكل او فيه حاجات ممكن تخليه ما يعرفش يشتغل صح الحاجات دي بنسميها hazard hazard او مشاكل اللي هي اي حاجة بتخلي البيبلاينج يوقف او يتعطل او يهنج دي بنسميها hazard عن ثلاث نوع من الhazard فيه structured hazard وده انت hazard هو الcontrol hazard اللي هو انا تماما عايز ابدأ ما فيش حاجة خالص ما فيش اي حاجة حاجة بتعطلني لقبل ولا بعد بس الفكرة ان ال resource نفسه مشغول ان المكان اللي انا عايز اخسل او اللي هو انشف فيه مشغول فطب دي مشكلة لان انا لو انس ان انا عايز ابدأ يعني مفروض انت خلاص جاهز فنظر الناس جاهز فهتلاقي ان اللي بعد كده مستنى لوش ساعة عدى عشان يبدأ هو طبعا دي مشكلة فيبقى يحصل زي deadlock كده او مشكلة يعني ال data hazard دي فكرة ان تمام الرسورس ما عندوش مشكلة اه شغال وانا هبدأ دلوقتي بس الفكرة ان معلش والله استنى بس من ال instruction اللي قبل اللي هي اللي تخلص عشان انا محتاجة الاوبت بتاعها اوكي يبقى انتو نستنى ال instruction اللي قبل ان هي ايه تخلص الحاجة برضو حاجة من الحاجات اللي هي التوبر hazard اسمها control hazard هو ان انا الرسورس تمام وانا مش محتاج input من اللي قبل ولا حاجة ولا اوبت من اللي قبلي انا عايز اشتغل بس عندي مشكلة في ان انا ابدأ لان البروسيسور نفسه عنده مشكلة في نوع يكونترول من اللي يبدأ دلوقتي يعني المشكلة كلها جاي من بره من البروسيسور ان هو مش قادر يكونترول ان مين انهي ال instruction تتنفذ الاول فالبروبر instruction اللي هي المفروض صح حصل فيها مشكلة البروسيسور مش شغول في حاجة دلوقتي فمش فاضي مش عارف يبدأ هو دلوقتي دي برضو دي حاجة من الحاجات اللي هي ممكن تقابل المفروض اللي احنا نحلها في محاضرات قادمة يعني ولكن حتى وقتنا هذا دي كانت مقدمة عن البيبلاينج في كورس الكمبيوتر اركتكتر اتمنى دينا تكون واضحة نعرف ايه هي الستوجيس الاساسية في كل instruction نعرف ايه هي الطرق اللي بنستطيع معها عشان ننفذ instruction ونعرف مزيع البيبلاينج ونعرف ازاي ممكن نحسب التوتال تايم بتاع 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 ببيبلاينج او ننبيبلاينج وزاي بحس بنسبة أبرشو وعرف الرول بتاعتها واعرف فكرة ان انا ممكن يبقى عندي الستوجيس اللي فيها مختلفة بتاعها وشوف ممكن اعمل كده زي ان انا هسبت ثبت فكرة الوقت خلي الوقت اليوم واحد كلهم واني رقم اللي هسبته هو السلوست تايم السلوست instruction تايم تمام طيب واقف طبعا اننا لو عايز اعرف المسافة بين اول instruction واخر instruction مفروض تبدأ بنعرفها من الرول دي وحالينا طبعا عليها اكتر من المثال وعرفنا الرول الاساسية total time execution time بتاع البيبلاينج ممكن احله بمجرد النظر وممكن احله برول معينة ليه دي في البيبلاين ودي في البيبلاين ودي في البيبلاين والاسبيت أبرشو اسمتها تنته على بعض وعرفنا مازال ببيبلاينج وليه هو سهل وليه وإيه هي المشاكل اللي ممكن تعبيننا وإيه هي الهازرد إيه هي نوع الهازرد اللي ممكن تعبيننا شكرا لاتقبل في محطرة قريب